جالي ميسج من استاذة هدير يعني ميسج دي قلت لازم اشاركها معاكم بتقول انا بنتي كي جي وان والمدرسة مدتهاش اصلا اصلا اصوات الحروف ولا الصوتيات ولا الكلام ده بدأت على طول انها تديها كلمات وادتها كمان اللي يعني اطقها وكتابتها المفروض يعني ان الطفلة اللي يعني ما خدتش اصلا صوتيات ولا الكلام ده تعرف انها تحفظهم وكلمتها قالتلي هي ابنتك اللي هي في كي جي وان المفروض تكتب وتتكلم انجليش طب ما ده ما وضح لقيش ان هي اصلا مش تخصص انجليش او مش مش حد متخصص فاهم اللي بيعملو ماينفعش ابدا نودي اطفالنا عند اي مدرس وخلاص لان الطفل ده لازم يكون متأسس صحة علشان يمشي معاك في المنهج بكل سلاسل غير كده المدرسة اللي هي لو مش مش متمكنة او مش فاهمة هي بتعمل ايه هتودي ابنك في حتة تانية خالص لان احنا كنا اطفال واي كلمة بنسمحها يبقى هي دي المس قالتلي كده ما ما طب هي يا حبيبي لا بتتقال كده لا هي المس قالتلي كده فالحاقي بنتك لو انت كلمت معاها لو هي مش فاهمة هي بتعمل ايه دي مشكلة يعني علشان ماينفعش ابدا ابدا اودي ابني عند مدرس مايكونش فاهم مايكونش يعني عارف هو بيعمل ايه دي مشكلة كبيرة قوي وعلشان كده دايما بقول 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 لازم كل واحد يشتغل في مجاله كل واحد يشتغل في الحاجة اللي فاهم فيها اللي هو قادر ان هو يدي فيها بلاش نودي اطفالنا عند حد لمجرد ان هو مثلا جنب البيت مفيش الكلام ده لازم نقاس الصح ونتعب مع اولادنا حتى لو انت اللي هتديها في البيت تبقي فاهمة بس ان الموضوع اللي انت شغالة بيه ده دلق صح يعني بس كده فلا انا بنصحك كاختي يعني ودي عند اي حد يبدأ بالساونز اف دي لاترز انا دايما بعمل فيديوز ليه علشان وليه الامر يبقى فاهم احنا ماشيين واحدة واحدة ماشيين الساونز ماشيين بلندنج ساونز ماشيين شورت بالز ماشيين سايت ويردز ماشيين ماجيك اي الحاجات دي محطوطة ليه من من حد اصلا مفروض ان هو يعني يعني مفروض فاهم وعارف الموضوع ده علشان تفيد الناس كلها علشان دي المنهجية الجديدة في التدريس فلو سمحتم ودوا اولادكم عند حد يكون متخصص مش لازم مس اميرة انا بقول اي حد لان انا بنشر فيديوز علشان كل التيترز نستفاد منها وكل الناس وكل اولياء الامور تعرف ان دي الطريقة الاصح احنا تعلمنا بطريقة قديمة جدا وما ساعدتناش لما كبرنا شوية النوع عرفنا ان الكلمة دي بتتنطق كده فاهمين فلازم لازم لازم نودى اولادنا عند حد ثقة باي ترجمة نانسي قنقر